قال رئيس مدس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إن الحكومة بدعم من الأشقاء والأصدقاء ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيا الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني وأضاف العليمي في كلمته أمام المنتدى الحضري العالمي بنسخته الثانية عشر الذي انطلقت أعماله اليوم الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة أن الحرب التي تسببت بها الميليشيا الحوثية الإرهابية في اليمن أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية وفي المقدمة الكهرباء والطرق وأوضح أن خسائر الاقتصاد الوطني والمدن الحضرية تتضاعف يوما بعد يوم جراء هذه الحرب المفروضة على الشعب اليمني وقد ترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى ستمائة وسبعة وخمسين مليار دولار بحلول عام الفين وثلاثين في حال استمرت الحرب ولم تستجب الميليشيا لرداء السلام ولمتطلبات استعادة مسار التنمية وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء تدخلات الطارئة وتباطئ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات وفي السياق ثمن الرئيس للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ودول تحالف دعم الشرعية جهودهم المقدرة عاليا في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني ومنع انهيار مؤسساته الوطنية اشتركوا في القناة